عام جديد يستقبله اليمنيون بأحلام تبددت وآمال تلاحقهم من عام إلى آخر لا سيما مع استمرار التعقيدات والأزمات والتحديات التي أفرزتها الحرب التي سرقت نومهم الهني وراحة بالهم وجعلت الفقر والحاجة والنزوح والتدهور الاقتصادي وغلاء المعيشة وانقطع الرواتب وقطع الطرقات وغيرها من الأزمات تنغص عليهم معيشتهم عام جديد يأمل فيه اليمنيون أن يكون بداية نهاية أزماتهم المتلاحقة المعيشية والاقتصادية الخانقة وعودة الأمن والاستقرار إلى ربوع الوطن التمني تحسين أوضاع المواطن اليمني وتسليم الرواتب وإنهاء الحرب القائمة باليمن وفاتحة معابر والحقوزات بين المناطق اليمني والمحواطن اليمني وتحسين إذا تقل معيشة المواطن اليمني بشكل عام أن ترقع اليمن مثلما كان وإلى الأفضل الريال حقنا نزل يعني معالش قيمة لنشاء نرقع حتى نص مثلما كان يمزعهم إن شاء الله بإذن الله تتوحد الصفوف كامل ونتمني للشعب اليمني يعني يستقر والأمن والاستقرار أهم شيء الأمن والاستقرار أمنيات المواطن اليمني بحياة مستقرة حرم منها منذ سنوات وخسر خلالها كل مقومات الحياة الأساسية يواجه ارتفاع الأسعار بشكل جنوني وانهيار العملة الوطنية وحصارا مزعجا قطع أوصال المنطقة الواحدة فضلا عن مسلسل النزوح والتهجير تداعية كارثية خلفتها الحرب يأمل المواطن التخلص منها منياتي بالعام القديد أنه ينتهي الحرب هذه وتتحسن الوضع الاقتصادي وتتحسن الركون شوف العمل هنا ما في الشيء على السوق واقف وسلموا أيضا مرتبات للناس علشان يكون في حركة وفي حركة شرائية وقوة شرائية لدى الناس كان الأمن والأمان كان أفضل وأحسن يعني كنت تمشي للحوبل عشر دقائق من تعزل الحوبل الآن تمشيهم من ثلاث أيام صلعة شوفي كم الحديدة شوفي كم متى بيفتحوا لنا المعابر متى نحن نتمنى أنه تصلح بلادنا إلى الأفضل آمال تتلخص جامعها في إنهاء الحرب وعودة الوطن إلى سابق عهده يمنا سعيدا بسعادة أبنائه وطن يعمه الأمن والاستقرار والحياة الكريمة ترجمة نانسي قنقر